كانت معبرا للحياة فصارت منفذا للموت هذه هي حرض الآن في أقصى الشمال الغربي لمحافظة حجة مطلع العام الماضي دفعت جماعة الحوثي بعناصرها إلى هنا واتخذتها مسرحا لعملياتها العسكرية ليس فقط في حجة وإنما في المحافظات والمناطق المجاورة أيضا وبالضرورة حولت الميليشيا هذه المدينة الصغيرة النشيطة دون معرفة أو بقصد إلى ميدان للقتال والقصف وفي أفضل الأحوال يكتفي طيران التحالف العربي باستهداف تجمعات للجماعة الإنقلابية هنا حيث اتخذوا من فنادق حرض وأسواقها الشعبية معاقل لهم ولم يتركوها لا هم ولا الطيران بخير لم يتركوها جميعا إلا على هذه الهيئة تماما من وقت إلى آخر تشيع حجة وحرض مقاتليها كتوفيق علي حسن العمري وقبله محمد دعقين وهما من المقاتلين في صفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حيث شيعوا ودفنوا هنا في مقبرة الشهداء في منفذ الطوال السعودي اتقدم وكيل محافظة حجة ناصر دعقين المشيعين وقدم التعازي كما وجه نداء لأبناء المنطقة ووجهائها بالانضمام للمقاومة وتدشين انتفاضة شعبية من الداخل لمواصلة القتال ضد الانقلابيين وأدعو كل القيادات السياسية والأحزاب جميعا والمشايخ والعقال بيدان بمحافظة حاجة على وجه الخصوص وانتهام بإقليم تهامة على وجه العام أننا نكون داعمين وساندين وأدعو إلى انتفاضة شعبية من الداخل لاستقبال الجيش بإذن الله تعالى وإننا نبشر الجميع أننا قادمون على تحرير هذا الإقليم بجود الله وكرمة تلخص حالة حرض الآن بعد أشهر من الحرب واقعها إذ باتت خالية من السكان وحتى العابرين ببساطة أصبحت المدينة أطلال وما أقصى أن تأول حالات المدن إلى حطام وينخرط أبناؤها في التدريبات للقتال بعد أن كانوا في الحقول والمزارع هنا مشهد يلخص إلى أين تمضي الأمور في حرض التي تطمح للتحرير على غرار مدينة ميدي إذ تتصل حرض وميدي التابعتين لمحافظة حجة بالأرض والإنسان ويتداخلان معا فأغلب من قاتلوا في ميدي واستعادوها مع الجيش الوطني هم من أبناء حرض واليوم يجري الاستعداد لاستعادة مدينتهم من قبضة الميليشية أيضا ترجمة نانسي قنقر